السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعاء ست كانون الأول ديسمبر طبعا وبرضو عنا اليوم اللي هو انتهاء تراجع كوكب نبتون اللي رح ينهي عملية التراجع اللي لها تقريبا خمس شهور في برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في برج العذراء ورح ينتقل للميزان هو موجود بالعذراء لغاية الساعة 4 و34 دقيقة من بعد عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل بعدها للميزان ورح يظل القمر موجود في الميزان لغاية الساعة 3 و34 دقيقة من صباح يوم السبت 19 لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة من عصر اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي بما أن القمر مازال موجود في العذرة لغاية ساعات العصر معناته منظل على طبيعتنا الجادة منه للمزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو البدء بنظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء منكون معني منظمين الناس نادرا في هاي الفترة إنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطرة أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي أفضل فترة أو الأفضل للتخلص من عادات سيئة كالتدخين، شرب الكحول، مهدئات، مخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون هاي زاوية رح تكون الساعة 6 و 16 دقيقة صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا منعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية عنا اللي هو انتهاء تراجع كوكب نبتون كوكب نبتون اليوم الساعة 21 و 22 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش رح ينهي عملية التراجع اللي طبعا له تقريبا يعني خمس شهور ويوم تقريبا وهو بيتراجع بديرجع للحركة الأمامية في برج الحوت ورح يظل بحركة أمامية ليوم 2 سبعة 2024 ليرجع للحركة الأمامية القادمة طبعا يوم 2 سبعة ساعة 10 و 40 دقيقة صباحا خلال فترة الخمس شهور الماضية شعرنا ببعض المخاوف اللي ما كنا نعرف مصدر مقنع لا إلها وكل ما زادت المشاكل اللي واجهتنا بالفترة السابقة كنا بدل ما نعمل على حلها كنا نتهرب منها أو حتى كنا نتجاهلها ونتجاهل وجودها قسم من خاصة موليد برج الحوت لأن هذا هو الكوكب الأساسي بالنسبة لألهم خالقوا لأنفسهم عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع منهم أشخاص جرفوا لبعض المسكنات أو المهدئات أو الكحوليات برضو ظهر لدى البعض أيضا علامات المخادعة والتغرير بالغير ولدى البعض الآخر علامات الجبن فخافوا من المجابهة والمواجهة وتخلوا عن مخططاتهم ومشاريعهم لأنهم خلص بدهم يهربوا بأي طريقة بدهم يعلقوا على أي شيء يخلقوا أي مبرر لأي شيء من ناحية فنية تضاءلت نسبة الإلهام والقدرة على الابتكار الفني في شتى المجالات كانت هاي طبعا خلال فترة الخمس شهور الماضية بسبب هذا الحدث اللي هو التراجع اللي بيصير كل سنة لمدة خمس شهور الآن هاي كلها اللي احنا حكيناها بتبلش تختفي تدريجيا عشان هيك يعني ثلث أربعة أيام لا يرجع للحركة ويخلص من السلبية الكاملة هو انتهت سلبيته ولكن انه لحد يتمنى استوعب الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر ورح يستمر لغاية الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة عصرا خلاص القمر بانتقل وبيستقر في برج الميزان عشان هيك من ساعات ما بعد العصر بتصير هاي أفضل وقت عاطفي لتقوية الروابط العاطفية والعلاقات مع الحبيب أو لتحسين العلاقات الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في هاي الفترة إحنا في هاي الفترة منكون نشطين أكثر اجتماعيين من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن ممكن الغيرة يعني هيك يكون لها دور إنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الظهر عندنا البنكرياس لمعاية دقيقة لأعور القلون جهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا الكلا والحالب المثانة البولية لأورد الجلد كعضول اللمس البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية هاي الأعضاء طبعا اليوم ما بيجوز أن نعمللها عمليات جراحية كبرى ممكن مراجعة الطبيب إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أخذ علاجات أو فحصات ولكن هي الأكثر حساسية فتردخلوا المسار طبعا ما بنصح بالعمليات الجراحية نهائيا لهاي الأعضاء الأولى والثانية مهما كانت بالنسبة لهذا اليوم باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في الميزان أو رح يستقر من ساعة ما بعد العصر في الميزان خلو المسار القادم يعني بيكون يوم تسعة تناعش اللي هو يوم السبت بيبدأ خلو المسار الساعة واحدة وخمس دقائق صباحا أو فجرا وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة مساءا بصير أربع وعشرين يوم نسبة الإضاءة اليوم أربعة وثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش منتحسي بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في العذرة وبدو ينتقل للميزان في ساعات ما بعد العصر ورح يظل يوم تسعة اتناش سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح منتحس بنسبة عشر في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة أربعين في المية أما في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في الجدي حتى يوم ثلاثة اتناش سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم تسعة وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمسة في المية المريخ في القوس حتى يوم أربع واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت اللي أنهى عملية تراجع اليوم في ساعات الظهر ورح يظل في حركة أمامية ليوم 2-7 لا يبدأ بعملية التراجع القادمة هو اليوم من ساعات الظهر يعني هو منتحس بنسبة 10% في ساعات الظهر وما بعد بصير سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد من الآن ولغاية ساعات العصر وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم إشي إن كنتنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتوصل لأي اتفاق وبحثوا عن حليف أو عن داعم أما من ساعات ما بعد العصر ترغبوا في تعزيز شراكاتكم تتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمكم قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بالظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسية لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون هذا الوقت من الآن ولغاية ساعات العصر تقريبا من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا تشعر بالطمأنين والراحة ولكن لا تفرض سلطتك على أحباك أما من ساعات ما بعد العصر بيبدأ العمل بتراكم أكثر انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية من الآن ولغاية ساعات العصر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا مش شوي هيك ببعض الحزن أو التعب ممكن تبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء أنه ما تنتقدوا أقرب الناس لإلكم ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما من ساعات ما بعد العصر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن من الآن ولغاية ساعة ما بعد الظهر لغاية ساعة ما بعد العصر وخصوصاً فترة خلو المسار وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بيسجل اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري أما من ساعات ما بعد العصر بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنكم تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنكم تواجهوا الأمر بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم لا تفرض رأيك على أي شخص فترة مناسبة للسفر أو الاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقظين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم أما من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر للاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعره بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك من الآن ولغاية ساعات العصر وبتكون فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد يعني في حماس وفي نجاح أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر يعني بالظل الوقت هذا بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن التعب ما زال مسيطر عليكم ممكن يتفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين وما تتخذ قرارات حاسمة أما من ساعات العصر وما بعد بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة ومناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تسارع للمشاركة بأي مجال وإلعب دور بنا في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية واضحة لكن حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة من ساعات ما بعد العصر طبعاً بتكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر خلاص بوصل لبيت المتاعب فلا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن ما تجازفوا بسمعتكم ولا حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الارتجالي ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل أما من ساعات ما بعد العصر ابتلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات من الآن ولغاية ساعات العصر خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن فيه اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك إنك تستغل هاي الفرصة لغاية ساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر تنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتخضع لعدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع رغم إنه رح يكون بعض القلق أو التوتر في هاي المرحلة بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر اتفحصوا حساباتكم المالية وخصوصا المشتركة وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا إنك تكونوا مرنين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتنى عن فرض الراي أو التسلط به وابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراط أهمش إنه ما تهملوا ملف أو قضية أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتنشغلوا في مسائل بتتعلق بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة برضو عندك قدرة أنك تناقش بقوة وذكاء وتتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك أهمش إنك ما تقش شيء بل ثق بنفسك أكثر لأنها هاي فترة مناسبة لخوة التجربة جديدة وبرضو بعضكم ممكن يكون عنده سفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم من الآن ولغهية ساعات العصر حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء شركاء العمل أو شركاء العاطفة ولكن بدك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هاي الفترة لأنها الضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تكون صعبة أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية أهمش أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي عمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر